مرحبا بكم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة في أخبارنا السياسية انفجار نفذه مهاجم انتحار يستهدف مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابول الأحد مما تسبب في مقتل تسعة أشخاص على الأقل الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجربها النووية داعيا إلى نزع شامل لرجعة فيه للسلاح النووية إيران تحذر من أنها مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم بقوة إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في أخبارنا المنوعة وفات فتاة وإصابة 12 شخصا جراء عصيفة ضربت موسكو السبت حيث تسببت رياح وصلت سرعتها إلى 90 كم في الساعة بسقوط مئات الأشجار الحكومة الهندية تقرر تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يدان باقتصاب فتيات تحت سن الثانية عشر عاما في مسعى لمكافحة زيادة الجرائم ضد المرأة ترجمة نانسي قنقر